الحقيقة مشهد مبارح في سينة كان مشهد عظيم جدا مشهد رائع بيقول لنا ان البلد دي بلد قوية وعافية وبهية في نفس الوقت حالة من حالات الاستفاف الشعبي وحالة من حالات التأكيد ان مصر قادرة على البناء والتعمير بشكل يومي وبشكل حقيقي بخدمة المواطن في سينة وخدمة المصريين كلهم جمال حمدان صاحب كتاب شخصية مصر العبقري كان بيصف سينة بانها مصر الصغرى هي مصر المصغرة وشوفنا البشهد دي بارح رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدولي معا سبعة من الوزراء في الكتيبة 101 ولقاء خاص مع شيوخ وعواقل سيناء وتتشين المرحلة الثانية للتنمية وتطوير سينة تفاصيل اكتر هنعرفها مع حضراتكم والمشهد ده ازاي نقرأه وازاي فعلا نشعر انه سينة هي خط الدفاع الاول البوابة الشرقية لبلدنا معانا على الهوا سيدة اللواء علي حفظي مساعد وزير الدفاع ومحافظ شمال سيناء الأسبق منورنا ومشرفنا في صباح الخير مصر صباح الخير على حضرتك صباح الخير مشهد مهم جدا شوفنا مبارح كلنا كمصريين كده يعني فرحنا ورفعنا رأسنا ان رئيس الوزراء سبع وزراء الحكومة كلها أجهزة الدولة موجودة على أرض سيناء عند معبر رفح بتدشن مرحلة جديدة ثانية في تطوير شمال سيناء بعين المصري أولا وبعين محافظة كنت مسؤول في يوم الأيام على المحافظة شفت مشهد مبارح إزاي هو يمكن الحقيقة حضرتك وانت بتقدم اللقاء ده الحقيقة تطرقت إلى المفكر والباحث والمصري العظيم جمال حمدان ده ما حضرتك قلت ان سيناء بالنسباله في وصفة عبقارية مصر ان سيناء تمثل كأنها مصر أخرى صحيح ده بالعكس قال كمان كلمة الحقيقة أنا ترسخت في زيني دائما وابدا عندما يذكر اسم سيناء بتتذكر هذه الكلمة اللي قال فيه ان سيناء تمثل قدس الأقداس لمصر جميل تخيل بالا ما أقول قدس الأقداس ماذا تعني قدس الأقداس يعني شيء غالي أوي شئ غالي أوي لمصر ليه شيء غالي أوي لمصر ما هلازم برضو البعض التاريخي نبقى عارفينه طبعا اللي منقش ننظر للحاضر بس دون اختباره بالماضي والنظرة للمستقبل طبعا سيناء على مر تاريخ كانت تمثل الدرع الذي يحمي مصر من غزوات الطمئين يعني على مر تاريخ مصر منذ أحمص حتى وقتنا هذا هكسوس والتطار والرمان والأغريق الهكسوس والحيسيين والتطار والمغول والبطلمة والرمان والفريسيين والإنجليين والعصمانيين واخبار حضرتك والصهاينة والإرهابيين واخبار حضرتك دايما سيناء هي أنا مش عاوز أقول كلمة البوابة لا ده سيناء هي الدرع صحيح الدرع الذي كان يحمي مصر على مر التاريخ نقطة مهمة برضو لأستاذ المشاهدين عشان نقايم الأمور بشكل من الواقعية وليس بالعاطفة فقط يعني احنا شايفين حجم العمران والتنمية اللي بيتم على سيناء ده كتير أقول لك الله أنتوا لست بتفكروا فيها دلوقتي ما أنتوا سايبينها من زمان مش قادرين نتخيل إن فيه فرق ما بين سيناء المرتبطة بالتاريخ سيناء التاريخ وسيناء المولود الجديد دول فيه فأنا بفرق ما بين الاتنين خلاص سيناء المرتبطة بالتاريخ دي كانت موجودة على مر تاريخ مصر منذ المصرين القدماء حتى أكتوبر 73 يعني ألاف السنين دي كانت سيناء تمثل هي الأرض العظيمة اللي من خلالها أبناء مصر يدفع عن مصر ويحرموا من يطبع في خيرات مصر إنه يدخل مصر طيب فيه نقطة مهمة ست اللي هو من 2014 احنا متكلم عن 10 سنوان عارض أكمل الحت دي عشان صورتك تامل فضل فان إذن لغاية أكتوبر 73 كانت هذه البقعة من أرض مصر الغالية تمثل الحصن والذرع الذي يحميها من أطمع وغذات الآخرين إيه بقى اللي عملته أكتوبر 73 أكتوبر 73 لقامت الطرف المعادلين درس جعلته يتحول إلى السلام بالتحول إلى السلام أصبحت سيناء مولود جديد يعني عمره بقى نجي نقول إيه بعد ما وصلنا إلى التفايد السلام في التسعينات يعني من بداية كده التسعينات بدأت تبقى سيناء المنظور الاستراتيجي لسيناء تغير صحيح بدل ما كانت هي أرض المعارك والحرب والدفاع عن مصر تحولت إلى الله دي سيناء دي أرض الخير صحيح كيف تحول بقى المنظور من منظور عسكري للقتال والدفاع إلى منظور للأمران والتنمية جميل اسمح لي في النقطة دي لأنه هذا المنظور مهم جدا لكن للأسف الشديد من 2014 ودي نقطة عايز أثرها مع حضرتك أنه كان في حرب ضد الإرهاب وكان في عمليات إرهابية بتحصل في سيناء بالرغم من ويلات الإرهاب على مدار سنوات والحمد لله يعني السيد الرئيس في فبراير الماضي أعلن يعني أنه سيناء أصبحت خالية وتم القضاء تماما على كل البقر الإرهابية لكن السؤال هنا بالرغم من عمليات الإرهاب إلا أنه الجانب التنموي أو جانب التعمير كان مستمر يعني يد كانت بتحمل السلاح في وجه هؤلاء ويد أخرى كانت بتبني وتعمر عشان هو ده الهدف في حماية الأرض لازم أحميها بالبنى والتعمير ولا أتركها خالية ماذا كان الحقيقة قرار استراتيجي على مستوى القيدة السياسية يعني أعتبر من القرارات النجحة جدا لأن النجاحه فعلا كان له رؤية أن التنمية صحيح سلاح رئيسي في مقاومة هذا الإرهاب زي الجيش بصدر التنمية لا تقل أهمية عن العمل العسكري الذي يواجه هذا الإرهاب صحيح ودي على فكرة من الحاجات العظيمة اللي كانت في الفترة اللي حضرتك بتذكرها دين أنا بسميها بقى إحنا المولودي الجديد ده كان ابتدى في التسعينيات قلنا على المشروع القومي اللي تنمية سينا وابتدت العجلة تدور زي ما يبقى عندك ابن جديد بتبتدى تدخلوا المدرسة الأول ويكبر تعلموا شوية ويكبر شوية شوية مش كده صحيح الحقيقة الطفرة اللي حصلت بقى إحنا بلقول مع عمرها كان بقى لو حسبنا كده هلا في التلاتينات يا دوم هتوصل تلاتين سنة مش كده صحيح منذ بداية تخرجة من الكلية الحربية ويتسمحلي برضو عشان فضل سادة المشاهدين ما نتكلمش برضو كوي على طول كده نركز في الجوانب العسكرية يعني يعني بقولهم نفسي حد يتصور سينا دي قد إيه بساحة هادي حد متصور إن كده بتتذكر سينا دي للمعظم يعني متخالين أن هذا إيه بقعة أخرى كده من الأقالي مصر واحد وستين ألف كيلو هي دي واحد وستين ألف ستة في المية من مساحة مصر ده أنا حشبهها بتجديه بسيط تخيل أنت المسافة من اسكندرية لغاية بورسعيد يبقى بنا نتحرك شرقا من اسكندرية لغاية بورسعيد وبعدين لو حاولنا نحرك جنوا من اسكندرية لغاية المينيا من بورسعيد لرفح كده من بورسعيد لسينا جنوبا كده يعني نشوف بقى المساحة قد إيه خلاص المساحة دي كلها دي بكل خيراتها دي لما كانت أرض بيدور عليها المعارك هل كانت هناك أي مظاهر للحياة التنموية في ذلك الوقت ما كانش فيه يعني أنا عايشش تفتيكي كنا نشرب مية نشرب مية منين منين أفندي كنت في وسط سين عشان نشرب مية ما كانش في مية صلحة للشرب ما فيش مية ولا في طرق ولا شبكات صرف في صح ولا أي حال ما فيش مية مية أنا مش أكلم بقى على الإسكان والأمران والخدمات تقول لا لا بقول مية خلاص تخيل وإحنا فسط سين عشان تشرب مية كان عمدي عربية لوري فيها ضف انتص مية المكعب تخيل أبعث أجيب المية يا أمة بالسويس يا أمة من اسم علي 120 كيلو بالسويس من جوه سين عشان نشرب مية عشان نشرب مية خلاص كيل ملاقى نساها من الزباط اللي كنت مسؤول عنهم كانوا يقولولي كده يا سيادة النقيد نفسنا في لقمة خضرة لقمة شاف كلمة لقمة خضرة ليه يعني مشوف حاجة مشوفوش حاجة خضرة خالص بناخد علم التعين وإحنا في العريش كنا نستنى القطر اللي جاي اللي كان بيطلع لغاية غزة أخره بيبقى فيه عربية في انتصفية مية علشان كل واحد ياخد جيرك المية لإن دا يدوب هتقدر تشرب كمية شاي أو تشرب مية لإن القبار نسبة الملوحة علي يعني محدش يتخيل كان الوضع إيه تخيل أنت بقى دلوقتي معلش محترم كده كان اللي هو علي بيقوله ده كلام من من أهل كهف مثلا اللي جرى النهاردة على أرض بنية تحتية مختلفة تمام من برح دولة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قال خلال العشر سنوات الماضية من 2014 كان التركيز كله على البنية التحتية في سينة يعني شبكة الطرق ومحطات الصرف والمياه وأكتر حاجة تم انفقها نحن بنتكلم بلغة الأرقام حوالي 600 مليار جنيه مصري من 2014 على البنية التحتية دي المرحلة الأولى لتطوير سينة وحتى هو قال مبارح أنه المرحلة الثانية بتدشن ببداية بقى العمل التنموي وإنشاء مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية أكثر اسمح لي بس حضرتك نروح دلوقتي يعني حان وقت موجز الأخبار موجز التسعة صباحا ونرجع نكمل كلامنا المهم جدا مع سات اللواء علي حفظي يعني محافظ شمال سيناء الأسبق وكلام مهم عن صورة سينة أو وجه سيناء إزاي اختلف أخرى مشاهدين بنعود إلى الستوديو مع ضفنا الكريم اللي مشرفنا في صباح الخير يا مصر اللواء علي حفظي مساعد وزير الدفاع ومحافظ شمال سيناء الأسبق والحديث عن تنمية سيناء وقرار الدولة المصرية اللي تجسد مبارح بزيارة رئيس الوزراء مصطفى مدولي إلى سيناء والحديث عن تخصيص حوالي 400 مليار جنيه في خمس السنوات المقبلة لتنمية سيناء في كافة القطاعات وفي كافة مراكز شمال سيناء تحديدا منتكلم على رفح والشيخ زويد والعريش وبير العبد ونخل وكمان الحسنة ست مراكز رئيسية في شمال سيناء مرة أخرى بصبح على ضفنا الكريم اللي منورنا سات اللواء وعايز أكلم سيادتك عن المواطن السيناوي أهلنا في سيناء لأنه كان لافت جدا مبارح رئيس الوزراء وهو بيقول أن كل المشروعات دي حينفذها فقط أهل سيناء وأهل سيناء تاريخيا وجهوا الإرهاب وقفوا طبعا مواقف بطولية وطنية في مواجهة إسرائيل وغيرها من واقع قرب حضرتك وخدمة سيادتك كمحافظ لشمال سيناء شايف الشخصية السينوية إزاي وأهلنا في سيناء إزاي لا هم أمناء سيناء الحقيقة تاريخهم مشرف الحقيقة على مدى والسيناءات اللي احنا تعايشناها معهم الحقيقة يمكن على مر سنين طويلة كانوا بيثبتوا دائما أنهم على قدر من المسئولية والإحساس بحجم كان المخاطر اللي كانت بتتعرض لها سيناء على مر تاريخها الحقيقة ويمكن أنا بطبيعة عملي يمكن أننا كان السابقة قبل ما أبقى محافظ في شمال سيناء كنا تعرف وحدات للإستطلاع شغلتنا أن إحنا معلوماتنا الأساسية أو جهودنا الرئاسية كلها بتتركز على أنك كيف تتابع الجانب المعادي صحيح بكل أنشطة الحقيقة فكان أهالي سيناء الحقيقة لهم دور كبير أوي معانا في هذا المجال الحقيقة الوطني فكانوا فيه إخلاص وعطاء وفي نفس الوقت بنجد أن مطالب أهل سيناء الحقيقة نتيجة كانت الظروف الصعبة أنهم كانوا بيتكيفوا مع الظروف الصعبة اللي كانت موجودة وكانت مطالبهم محدودة للغاية لا تؤثر على جهود الدولة ودي نقطة مهمة قوي والحقيقة يمكن شعره كنت بشعر بذلك الحقيقة بالجهود اللي بتبذلها الحكومة المصرية الحقيقة في المنظور التنموي تجاه سيناء لأن نعترف أن سيناء مرت بسنوات طويلة صحيح أهملت لا هي مش أهملت برضو عشان ندقى الألفاظ الحقيقة محمد لأن في يعني البعض يقول لك لا ما أنتوا سبتوها أعملتوها ما كانش فيه إهمال لا إحنا إحنا زي ما حضركت تفضلت كده في الحديث إحنا متخيلين كان فيه زميل بيتحدث يقول لك حبيت يمكن الأخ يوسف قال لك عشان تحرك مع زميل ما كانش فيه لا بنية أساسية ولا بنية تحتية ولا خدماتها عشان نقول تكون الأمور واضحة إحنا متخيلين زي أي بقعة أخر ما فيش بقول لك كنا بنشرب الميا بابعة تجيب العربية تروح تجيب ميا بسمعني أو سويس عشان نشرب خلاص فبقول في الجزئية دي لازم نكون واقعيين سيناء عادة دوب السنوات الأخيرة دي عشان نبقى فهمية من بداية المشروع القومي لزميل سيناء ده التحول الدولة تحملت مسؤولية زي ما قال مبارا بطول مصطفى الدولة تحملت مسؤولية إنها هي تبقى مسؤولة عن البنية الأساسية والبنية التحتية والخدمات يبقى دي مسؤولية الدولة إنك تجد لي طرق تجد لي الكبارة تجد لي الخدمات المختلفة تجد لي المستشفيات تجد لي المدارس يعني دي مسؤولية الدولة طيب طيب انت عشان تقيم مشروعات لابد من البداية يبقى البنية الأساسية وده اللي حصل في عشر سنين يبقى لازم الأول تتوفر البنية الأساسية والتحتية والخدمات وبناء عليها بتقيم المشروعات لأنه يقول له أنتو ما خلطوش الناس تروح سينة ليه ما هل يقول له هيروح سينة ده لازم يعيش عيشها يبقى فيه شبكة طرق يبقى فيه تنقل من مكان لمكان آخر يأكل ويشرب ويتعايش ويتعلم ويروح المدرسة ويروح الجامعة ويبقى لما يلاقي مستشفى يتعالج فيها وهكذا يعني فبقول الجزئية دي كان في البدايات التركيز على كده الحقيقة بقول يمكن المشروع القوم من تلميسين عطى دفع وابتدينا ومنساش يا محمد بالله كده يوم شوف انت حيطة المياه السلام الصرفية كنت حضرق عشان نفكر مشاهدين بالجابة من السويس ما كانتش في مياه صالحة للشرب جوه سينة خلصت اللي هو بيعني سويس أول اسم عليها اللي هنها أعرم حتى كمان يعني حتى مش من حيث المسافة كمان خلص فباقي أقول لا تتخيل لا أنسى اليوم دا الحقيقة يوم ما لقيت مية النيل وصلت بتجري على أرض سيناية ما قدرتش تمالك النفسي بطراحة يعني أقول إيه شوف اللي كنت بشعر ما نامشي غير لمعروية المياه دي تيجي دا متغير مهم جدا أقول له حراك عليه لأنه دايما حتى دا كان هاجس مسيطر على الدولة المصرية وانبارح حتى دكتور مصطفى مدبول يتكلم عنه أو أشار إليه إشارة سريعة فكرة أنه إنعزال سينة هو قال كده حتى بالنص دايما فيه بيثار أنه سينة منعزلة فلازم ربط سينة بالوادي بشكل كبير وإحنا شفنا دا بأكتر من مشروع يعني فكرة أنفاق الأنفاق بسينة عشان نعمر سينة بالبشر والمشاريع أنا نفسي تسألني سؤال عكس لو ما حصلش دا قد تقول لي إيه لو ما كانش فيه إنت لما كنت موجود ومعيش قبل التحول دا وأثناء التحول دا وإنت مسؤول هل كنت بتحلم بتحلم باللي حصل أو بسأله حضرتك اللي بيحصل دا بأمانة كده بالنسبة لي أنا شخصيا كواحد تعيشت على دي الأرض وشاف الصورتين شاف الصورة وشاف إزاي الصورة تتغيرت بعد كده الشيء لا يصدقه هو عقل يعني ليه لأن اللي بتشوفه دلوقتي طب هل انت شفت اللي قبل كده كان إيه إحنا عشان نعدي الخناية زي ما انت قولت كده دلوقتي نستنى بقى النفق دا لما المراكب كلها تعدي عشان المعدية دو بتقدر تعديك من الضفة الشرقية للضفة الغربية تستنى بساعة كانت مشكلة عندي وأنا محافظ في شمال سينة أما كان أهلينا في سينة الحقيقة وفيهم حتة الرغبة في أنهم يعملوا شيء كويس يعني أهالي سينة بالمجهود الزاتي الحقيقة من جورد الدولة من دعامتهم نجح في استصلاح حوالي 200 ألف فدان النهاردة الخوق والخدار والفواكه اللي كانت بتنزل من شمال سينة دي ما همين العمل دي أهالي سينة طيب دا خلينا أسأل حضرتك ما دي واحدة بس عشال حتة دي طب أنتاجوا أنتاج طيبة عشان كان ينزل بقى للوادي عندنا خلاص لبقى المحافظات في الطرق الطرق وبعدين كمان يروح يتركن لغاية على الخناة علشان ينتظر دوره في المعدية عشان يعدي كان فيه كميات كبيرة يمكي كمان بتتلى في نتيجة عدم السرعة في نقلها إلى الضفة الأخرى يعني أقول إيه كان هناك معاناة صعبة في كل شيء قولي في الأكل في الشرب في المعيشة في التعليم في الصحة كان الناس عشان تتعالج لازم ينزل لغاية الإسماعيلية أو ينزل لغاية مكانش مستشفيات مكانش موجودة يعني مخبارها مفيش حاجة اسمها جامعة لأننا جامعة العريش دلوقتي يعني أنا بدي أمثلة بسيطة خلاص لكن مرتبطة بحياة البشر فحقيقة اللي حصل كان كبدايات من الدولة من التسعينيات ثم هبطت مع بداية الألفية التانية ثم عشان للتاريخ إن قناة السويسي الجديدة اللي اتعملت دي كانت بداية التحول مرة أخرى لاهتمام بسيناء جميل طب عايزة أسأل حضرتك يعني بواقع الخبرة وبواقع المشاركة بشكل أو الاشتباك بشكل مباشر مع هموم الناس هناك ومع واقع سيناء بوصفنا حضرتك عملت كمحافظ لشمال سيناء إيه هي المناطق الواعدة أو المساحات الواعدة الخاصة بالتنمية في سيناء يعني إحنا مبارح تابعنا في المؤتمر الصحفي إنه فيه مشروعات في الصحة وفي التعليم وفي السياحة مقاومات سياحية بعين المحافظ وبعين القريب من هذه الأرض إيه أكتر مساحة وعدة جدا في المنطقة اللي حبتكلم هنا على شمال سيناء بشكرك للسؤال الحقيقة لأن السؤال له أبعاد كبيرة أبنى مش مجرد الإجابة على المنطقة زي أنا حضرتك عايزني أجاوب يعني قول لي إيه أهمية سيناء بالنسبة لمستقبل مصر إيه أهمية سيناء بما فيها شمال سيناء لمستقبل مصر والأجال الجاية حضرتك تعرف إن سيناء الشمالية وسيناء الجنوبية ومحافظات برسايد والإسماعيلية والسويس ده أهم أقاليم مصر لمستقبل مصر ليه تسألني كده ليه أقول آه لأن هذه البقعة من أرض مصر الغالية يتوفر فيها يا محمد كل مقاومات التنمية الشملة بكل أبعادها الزراعية والصروة السماكية والدجنية والتعدينية والتعدينية والصناعة والعمران والسياحة والطاقة وخبار حضرتك إذن وبعدين سبحان الله تجد أن ما بين هذه المناطق وبعدها البعض في تكامل يعني ما يتوفر في شمال سيناء يكمل ما هو موجود في جنوب سيناء الاثنين مع بعض يجدوا التكامل التنموي لو ربطتها بقى بقناة السويس الجديدة والمشرات اللي بتقام مع برسايد والإسماعيلية والسويس لا 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 دي هتبقى الجسر الجديد للاقتصاد المصري لمستقبل مصر حضرتك شفت إزاي مبارح حضور رئيس مجلس الوزراء مع اتحاد قبائل سيناء لقاء مع المشيخ والعواقل داخل الكتيبة مية واحد الدلالة والرسالة لا هي دي بين اللحمة يعني هو أدي نموذج من النمازج أن إحنا مصريين في القواتش الشدة دي معلش محترامي كده بتبني اللحمة المصرية الحقيقة وإزاي الكل بيبقى على قلب رجل واحد الكل النهاردة بما فيها زي بقول كده من يعيش على أرض صيناء ومن يعيش خارج أرض صيناء الكل النهاردة بينظر إلى سيناء نظرة مختلفة ويشعر بمدى أهمية سيناء بالنسبة لمصر والمستقبل مصر وأهالي سيناء يعني أنا سعيد كان في بداية الحديث لما عدرتك قلت أن من ضمن القرارات اللي اتخذت أن يشارك أبناء سيناء أنا كنت أقول كده الحتة دي كان تملي أحد الأهداف اللي حيب يركز عليها صحيح إن مش مجرد أن أنا أقدم له أوجه التنمية اللي توجد حقيقة أفضل لي لا أنا عايز هو نفسه يشارك وأشعر بقيمة صحيح والدولة ككل من حيث المطالب اللي موجودة ومن حيث الرؤية الموجودة ومن حيث المشاركة ما بين الكل ومصر دايماً بقول إيه عايز تشوف مصر بتشوفها دايماً في في الشدة أه في المواقف الصعبة دي بتلاقي إيه بتبني اللحمة بقى والأصالة المصرية بتطلع في في المواقف الصعبة طبعاً إحنا كلنا بنتعاطف مع أشقاءنا في فلسطين والظروف الصعبة اللي بيمروا بيها دي وندعو الله يعني إن الأمور نوصل إلى حلول ومصر لا تبخى الحقيقة بأي جهد أي مصري أياً كان موقعه من أول كده رئيس الدولة إلى كل المصريين كلهم بيحاول أنه كيف يستطيع أن يقف ويدعم الأشقاء الفلسطينيين بشكل ما أو بآخر طب حضرتك بتشوف إزاي السيناريوهات أو ما يثار من وقت لآخر بالتهجير أو فكرة تهجير الفلسطينيين إلى من قطاع غزة إلى سيناء أو ما يعرف بالوطن البديل أو اللي سماها مبارح حتى لوستاذ دياء رشوان في مؤتمر صح في الوطن المصطنع هو قال قال أنه فلسطين لن تقبل بوطن مصطنع داخل سيناء النغمة أو النبرة دي اللي بتتحرك من دايرة إلى دايرة أخرى للأسف ومن يوم ليوم آخر وبتقابل برفض كامل أو يعني من أول القيادة السياسية إلى الرفض الشعبي والبرلماني على كل المستويات بشايفها إزاي يا فندم وشايف إزاي يمكن مواجهة ارتفاع هذه النبرة إنه إقبلوا بلاجئين وإقبلوا بفلسطينيين لفترة مؤقتة لحين انتهى الحرب غير مقبول يعني هذا الطرح أعتقد أن الكل زي ما حضرتك تفضلت كده أبرز كده أن هذا الطرح أو وجهة النظر التي يطرحها لآخرون غير مقبولة ومش مطلوب أنه إحنا حتى نتحدث فيها معلش كمبدأ أن إحنا عشان نستعيد أرض سيناء اللي سلبت في خمسة يوني سبعة وستين محمد أعدنا كم سنة كنت لسه في اللقاء قرأي قلت فيه الكلمتين دون أعدنا 22 سنة 22 سنة عشان نستعيد سيناء تاني للآخر شبر ست سنين ست سنين سراعة أسخار تسع سنين سراعة سياسي سبعة سنين سراعة تحكيم قانوني 22 سنة عشان نستعيد آخر شبر من أرضنا فمبدأ أن يبقى فيه أي نوع من التنازل عن شبر من أرض مصر ده مرفوض من حيث المبدأ يعني لا يتم الحديث فيه أن لو سابوا الأرض مش هيرجعوا للأرض فهي دي النقطة يجب أن نكون واضحة بالنسبة وبعدين أرجو أن نكون في الجزئية دي يعني كمصريين نحن بنطعاطف حتة العاطفة عندنا جياشة شديد خلينا واقعين واللي بيحصل ده الحقيقة شيء ينال التقدير والإعجاب الحقيقة شوف كل المصريين بيحاول يؤديموا الدعم إزاي للجانب وكانت كلمات واضحة جدا من دولة رئيس الوزر أن مصر لن تسمح بتصفية القضية السياسية في فلسطين على حسابها ولن تقبل بأي وضع يفرد عليها كانت كلمات واضحة واضحة ومتصقة جدا مع القرار أو مع ثوابت المقربة أو السياسة المصرية في هذا الملف أنا بشكر حضرتك جدا ونورتنا فعلا ساتل هو وشرفتنا لأن حضرتك بعين المحارب وبعين منعاش فترة طويلة وخدم في سينة نقلتنا صورة سينة كيف كانت وسينة كيف أصبحت يعني بعض الحاجات رح لك قلت هنة إزاي الصورة كانت قبل كده وإزاي دلوقتي سينة بقت مختلفة دا أنت كان نفسي تستاني تقولي طب وحيب أشكلاي في عشرين ثلاثين حيب أشكلاي في عالي من سنة عالي من ذي عفو آه في عشرين عشرين ثلاثين هتبقى سينة اللي كان نقول تحدد مستقبل مصر يعني سينة التي تحدد مستقبل مصر هي اللي هنشوفها إن شاء الله في عشرين ثلاثين كنموذج من النمازج العظيمة لأبناء مصر المخلصين الأوفياء وبخت الكلامي دايما بقول إيه يا محمد فرد عندما تجتمع العناية الإلهية مع الأصالة المصرية لأبناء مصر اللي بيحبوا مصر ما نقلقش على مصر شرفتنا يا فندم ساعدنا بلقائك وبحوارك الممتع ساتلواء علي حفظي مساعد وزير الدفاع الأسبق ومحافظ شمال سيناء الأسبق نصبح عليك مرة تانية وصباح الخير على سيناء وأهلنا في سيناء